نتابع الظلق الآن الجزء الثاني من العرض لجهاز OQ-O طبعا من خلال استخدام الجهاز كما قلت سطوع الشاشة وعملية التحكم في هذا السطوع لقيت أنها جيدة نسبيا مقارنة مع جهاز أخرى ولكن تبقى سطوع ليس جيد جدا استخدام برامج أو استخدام أشياء كثيرة هو عبارة عن نظام Windows XP يمكن تحميل عديد من البرامج عليه يمكن استخدام نظام برامج الأوفيس في الكامل يمكن استخدام تصفحات الإنترنت يمكن استخدام مشغيلات البلاير يمكن استخدام الجهاز كنوت يمكن استخدام الجهاز يمكن استخدامه لتسجيل ملاحظات بشكل سريع طبعا مثل ما قلت يعاني الجهاز من بعض البطء قد يعود ذلك إلى ضعف في الرعا وهذا الشيء اللي لاحظته ليست بشيء الجيد في الجهاز أو قد يعودي لأسباب أخرى على الأمم فتح معنا الجهاز برنامج Windows Journal نستطيع الآن عملية استخدام Windows Journal للأجل لتابة الملاحظات وما إلى ذلك طبعا نستطيع استخدام القلم ونلاحظ الشاشة جيدة في الكتابة تجاوبة سريع مع عملية الكتابة وهي ليست بشيء السريع كأحد البرامج المستخدمة مع نظام Windows XP Tablet Edition في عنا أيضا برامج أخرى ممكن أن نستخدمها كما قلت تحميل يعني كافة برامج أنا مثلا هم عندي برامج Microsoft Office بالكامل Word Excel سوف نستخدم الآن مثلا Word طبعا الجهاز يعني من ضعف في أيضا Graphic Card لأني ذكرت Graphic Card هي بس 8 MB طبعا هي ذاكرة نوعا ما صغيرة مع صدور الجزء كثيرة في الوقت الحالي والتي تحمل Graphic Card أفضل وأعلى على مثال جهاز سوني Ultra Mobile 280 ب طبعا بيحمل Graphic Card طبعا بيدعم ميزة 3D و ذاكرة التشرفية تصل 128 MB حين كما قلت Graphic Card للجهاز هون لا تتعدى 8 MB وهي نوعا ما ذاكرة صغيرة عند تشغيل برامج الفيديو طبعا هاي الوارد فتحنا البرنامج الوارد ممكن عملية استخدام الوارد إما الكتال من خلال الكيبورد بشكل طبيعي نعم حين النوع حين حين حي aconte طبعا يمكننا عملية تكبير الخط ويمكن استخدام جميع الخصائص الخاصة بنظام الأوفيس ويمكن استخدام جميع الخط الجميع موجودة في الكامل مع عملية إدراج صور وإلى آخرية طبعا النظام هو نظام وندوز نحن بإغلاق الورد أيضا أغلاق برنامج النوت جورنال رح حاول الآن أشغل مقطع فيديو طبعا كما قلت نتيجة لضعف قدرة الجرافيك كارد يمكن تشغيل معطا الفيديو ليس جيد جدا أو ليس بالقاوية جد عندي هون نعطى فيديو أحاول تشغيله رح نشاهد الآن ما هي الدقة الي يمكن أن يقوم جهاز بتشغيله تشغيله طبعا استخدم برنامج جوم بليا تشغيله 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 نظرا كما قلت أني تشغيله بس 2 ميجابايت الآن كنظرة سريعة أو كملخص سريعا الجهاز الجهاز في الكامل يعني نسبيا جيد بالاستخدامات المكتبية أقصد بالاستخدامات المكتبية برامج Microsoft Office برامج كتابة الملاحظة طبعا إلا ذلك أرساله استقبال الإيميلات الجهاز نوعا ما خفيف سهل لحامل الفيليات ولكن مع التطور التقني الكبير ما في الحاصل في أجهزة Ultra Mobile Betsy منلاحظ في الوقت الحالي في عندي أجهزة أفضل تفقه طبعا مكترة وأفضل منه طبعا نفس الشركة أنتجت الجهاز OQO Model 2 لأني أنا الموديل الآن هو Model 1 ف Model 2 قامت بتجاوز كل الأخطاء في الموديل الأول ووضعتها على الموديل الثاني من خلال تحسين مقدرة Graphic Card من خلال تحسين دقة الشاشة والدزاين أيضا أصبح أفضل وما إلى ذلك جهاز كجهاز استخدام بلاحظة أنه ليس بسيئ جدا جهاز جيد نوعا ما كما قلت لدجال أعمال للأشخاص اللي بودوا أيضا قراءة كتب ألكتروني وما إلى ذلك بيسوفروا بشكل دائم أيضا سعر الجهاز نوعا ما طبعا أجهزة جديدة في السوق لا أتوقع يوجد في الوقت الحالي أنه جهاز منتج من قارب إلى ثلاث سنين سبق يعني منذ 2004 بأتوقع تمنتج الجهاز الأول مرة سعر الجهاز بالوقت الحالي في السوق حوالي 400 دولار إلى 450 دولار طبعا تعتمد على جودة الجهاز وعلى يعني مدى استخدامه بشكر متابعتكم بالفيديو بتمنى اتابع أيضا ومعطع الفيديو الأخرى الخاصة فيني ترجمة نانسي قنقر